جان رامز يسطع نجماً في المعلم ويشارك تفاصيل تجربته المميزة في حديثه مع صدي البلد شارك الطفل الموهوب جان رامز الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات تجربته الفريدة في مسلسل المعلم معبراً عن حماسه وشغفه العميق بالتمثيل جان الذي أدى أدواراً متعددة في سن مبكرة وجد في المعلم تحدياً جديداً ومثيراً للاهتمام يختلف عن كل ما سبق أوضح جان كيف تواصل المخرج أشرف عبد المعبود مع عائلته ليخبرهم بأن نجوماً بحجم مصطفى شعبان مرقص عادل ومحمد الشواف قد رشحوه لهذا الدور مما أضاف لحماسه وسعادته بالمشاركة في هذا العمل يشير جان إلى أن تركيبة المسلسل التي تجمع بين الدراما والكوميديا أعطته فرصة لاستكشاف موهبته في أجواء متنوعة يعبر جان عن حبه لعالم التمثيل واللوكيشن ويذكر كيف يتطلع دائماً للوقت الذي يمكنه فيه التفاعل مع النجم مصطفى شعبان وسهر الصيغ مؤكداً على الدعم والتشجيع الذي يتلقاه منهما لفت إلى أن أول مشهد قام به كان بمثابة تجربة مؤثرة خاصة عندما أثنى عليه شعبان بكلمات تحفيزية أعطته الثقة لمواصلة الأداء ببراعة أحد المشاهد المفضلة لدى جان كان يدور على كوبري قصر النيل حيث كانت الأجواء مفعمة بالبهجة والانطلاق وسط البلالين والتسلية ويظهر مدى تأثير هذه اللحظات عليه حتى في حياته اليومية حيث يكرر جملة أنا نصحتك وأنت براحتك مع والديه في المنزل تقاسم جان رامز البطولة مع عدد من نجوم الفن الكبار مثل مصطفى شعبان، سهر الصيغ، هاجر أحمد وأحمد بدير بالإضافة إلى عدة فنانين موهوبين آخرين وجميعهم أسهموا في إثراء النسيج الدرامي للمسلسل الذي يجمع بين التشويق والإثارة الاجتماعية